وأول من فك ونحل لسان زكريا امتلأ زكريا من الروح القدس وابتدأ يتنبأ قال مبارك الرب لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه وأقام لنا قرن خلاص هذه التسبحة تشبه تسبحة الملائكة وتسبحة أيضا القديسة مريم العذراء تسمى ترنيمة البركة بندكتوس مليئة بالإشارات للعهد القديم كما أيضا مريم العذراء اقتبست العديد من الآيات كان فيها عمق لهوتي وأداء جميل شعري لهذه الكلمات بيتكلم عن نفس المغزى اللي بيربط كل صفحات الكتاب المقدس الخلاص والفداء ليس الخلاص من الرومان معنى بيتكلم عن الخلاص من الأعداء لكن كسر الصمت بعد أربعمائة سنة من أيام ملاخي ليتنبأ في هذا الوقت عن مجيء يحنى ليحيئ طبعا الطريق أمام الرب كسر الصمت وقال عن الرب أنه يصنع رحمة يذكر عهده المقدس أنه الله لا ينسى هذا العهد بل يتذكر هذا العهد وأن الرب يسوع جاء في ملء الزمان لكي يقوم بهذا الخلاص وأن يحنى يتقدم ويهيئ الطريق أمام الرب يواصل طبعا في هذه التسبيحة يقول افتقد افتقدنا المشرق من العلاء ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت نفس المغزى نور للأمم النور ليهدي أقدامنا في طريق السلام قال يسوع أنا هو الطريق والحياة قال أنا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة فإذن اتكلم بنبوة عن إرسالية يحنى واتنبأ عن إرسالية المسيح أنه سيضيء وأنه سيكون خلاص لكل من حوله كل من يأتي إليه حقا كما قال الكتاب المقدس العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموتى يقومون والمساكين يبشرون اشتركوا في القناة